اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الاولى من برنامج الاهل الليلة واللي بيشرفني فيها الكابتن محمد الزيات مدافع نادي الاهلي ومدافع نادي ام بي الاسبق كابتن محمد الزيات اهلا بيك اهلا وسهلا بيك سعيد طبعا بأنك كتير ما تقبلناش لكن الفتر الاخير انت خدت مختفي شوية نعم شوية يعني بتحضر بقى اتقالات الصيف الفتر الاخير كابتن محمد الزيات من الناس المهتمة جدا بفكرة وكلاء اللاعبين وبيشتغل في هذا المجال من فترة طولة جدا وليه اصدوب مختلف لانه دائما بيروح لمنطقة شرق اسيا وبيروح لاسيا اكتر مش موجود اكتر في الدور المصري يعني دائما ليه توجهات كده في فكرة المدربين اللي موجودين في اسيا وحتى في افريقيا وبعيد شوية عن المجال في الدور المصري ليه اهداف بعيدة شوية وشغل في هذا المجال بشكل متميز روح انت المدرسة بعيدة ومنطقة بعيدة فهنا لا وشغال الحمد لله في مصر برضه بس بره باكتر وهتسمع ان شاء الله قريبا يا ممكن اللاعب صغير تطلع بره مصري ان شاء الله بإذن الله يكون فيك وادر للفترة الجاية تطلع تلوريات كويس ان شاء الله هيحصل ان شاء الله احبش ان في كذا موضوع كده وربنا ان شاء الله يكرم ان شاء الله الشغل في اسيا اسهل من افريقيا هو الشغل في كل حتة بيعتمد على المنتج اللي فيديك هو فيش شغل سهل وشغل صعب فيه اماكن فيها الشغل صعب بحكم انت عارف المواضيع اللي جوه اللي قديه لكن فيه اماكن بيبصوا للمنتج اللي فيديك لو منتج كويس هيبصوله هيقدره بالذات في اربا بالذات في اربا اه اربا بيقدره جدا لو معتها كويسة طيب ايه اكتر حاجة افتقدتها قوي بحرقت من هذه الان افتقد طبعا حياة كتر قوي افتقدت الروح جامعة طبعا كان معك تيم كامل تكلموا بعض وتشوفوا بعض كل يوم فقرنا كده بالجيل مثلا يعني يجيل بالضبط السنعيبت في فاربع فرق ما انت اهدت قوي ما تسعدت من الشباب كان نجيل معايا في الاهلي طبعا هقول كابتن وهقول اسامي اه يعني كلهم كابتن طبعا فيه دماغي اه وقالي الصباح اه الدين هادي خشبة ياسر ريان اه اه طبعا كان معايا لعبة كتيرة صغيرة كان امير صغيرة سعيتها حسام غالي رضا شحاتة حمده مسلم اه حسين امين محمد جودة كتير كتير اه هادي خشبة طبعا كنت هادي خشبة طبعا علي ماهر تمام تشيرنو اه طبعا كان جالس اجي ان القناة كان ميكسر الدنيا اه حتى صام حضري طبعا الجيل اللي هو بتاع الفين لغاية الفين وثلاثة او الفين واربعة كنت انت لسعت لصة عاد من فريش شباب اه عادت طول المدة دي موجود في الفريش الاول فلو عادت اقول لك اسامي كتير ايه الجيل اللي بعدي بقى ما جي بعد كده افيلينو جيلبرتو وبعد كده جي اسمه فيلافيو فيلافيو اه انا جيت انا مشيت من الاهلي وكان كابتل بطريكة لسه جاي ستة شهور يناير الفين واربعة عادنا ستة شهور مع بعض وكده قبل ما امشي كان كابتل مركاج جي بقى وعمل النحاس ورمي عادل وانضبوا معانا في التدريبات عادية خلص بس كما يشاركوا في اول المسلم بس كان حزق سايا في الاربع سنين اللي طلعت اول في الفريل اول من البيت سايا فيلا فيلا غاية الفين واربعة لعبت والحمد لله لعبت في الاول وطلعت تلعك وايسا جدا بس الاسعوات هي اللي عطلتها صبت وكمان احنا كان عندنا يعني موضوع غريب شوية على سننا احنا انا كنت في منتخب الشباب فكان منتخب الشباب معسكر داين طول وقت يعني احنا بداخل النادي قطوى السنة بنروح على النادي في المتشاط الرسمية او متشاط اللي هي السن بتاعك وترجع تاني المعسكر بتاع متخب فالفرقة كبيرة زي الاهلي انت بش موجود في غريك موجود هيركب وهيلعب مش هستنوك انا لو كنت موجود في الساعتها في الفريل الاول كنت ممكن اشارك بصفة اكتر بصبع المتخب كان ساعتها بيشارك كنا نشارك في كاس الأمم واخدناها الحمد لله وروح نلعينا بأيكا كاس عالم كنت ساعتها مع الكابتن حسن شاحف اه كابتن اسماعيل يوسف في الجيل الاول كان موجود 2003 2001 ومن اول 2003 2003 اه كان انتهت بكاس العالم في الامارات اه فعلا لان اخسرنا ان ارجنتين بالهدف الزهلي كان يجي الجامد يعني طيب ايه اللي بتخطبها في الاهلي لما خرقت انت قوطولي روح الفريق روح الجماعة تحت الفريق لأعلي فيها حاجة كتر قوي صعبة تلاقي في اي نادي بس انا برضو دخلت منظومة شبيهة الاهلي لان كان تقريبا اللي بعمل كل حاجة وقتها كان اكتبت على العب صادق انسان يعني كان عامل منظومة محترمة في نادي امبي صمع الاهلي كان حاجة سيستم تاني خلص غر اينا دي مصر عايزين نوجه للكابتن عبدالصادق واجب التعزية للنهاردة والدة الكابتن عبدالصادق عايز نوجه الوجه للتعزية يعني البقى لله كابتن علاء وربنا يرحم الوالدة و بإذن الله تكون اخر الاحزان ان شاء الله بالنسبة للعائلة ولكابتن عبدالصادق كابتن العبدالصادق ننظف الشخصات انت معاه في حياتي في حياتي يعني كان موديل كورا تحس له أخوك كبير من قبل ما بتتكلم بيكون هو عايز يعمل لك الحاجة اللي في دماغك العكس دلوقتي بتلاقي في خناقات وانا عايز وعايز لا لا خالص كابتن علاء كان اقافل على الفرق خمس سنين في امبي حدش عرف انا حاجة وبنعمل وخدنا بطلاط ووصلنا الاهيات وخدنا تاني دوري وثالث دوري ورا بعض بقاء الله بقاء قدام الله اللي كابتن علاء طيب الفترة الأخيرة بقى انت بتتفرج على الكورة المصرية وشايف المدافعين في الدوري المصري ما اللي اختلاف؟ ما الفرق؟ يعني انت بتكلم مع الجليل لما طلعت الفرق الأول كان معاك كابتن هادفها شبا وكان معاك نجوم موجودين في الفرق الأول دلوقتي ما الفرق بين المدافعين دلوقتي على المدافعين زمان الانتزام الخططي والتيكتيك طبعا اتغير تماما نوع التدريبات بقى فيه في كل فرق محل الفني بيدرس الفرق اللي قصده الكورة اتطورت الكورة اتطورت خليباك بره وقلت لك الحال فاتت عن مصر كتير شوفت ماتش جنوب افريقيا اللي بتاع المنتخب اللومبي اكيد اطبع الفرق مش شايف فيها حد مسلا بيلعب بره في اوروبا او ما كسر الدنيا غريبة كماني مسلا او او اتنين تراتة كويسين بس بس المنتخب عنده لتزام تيكتيكي وخططي مش طبيعي جنوب افريقيا كلها بقت كده حتى ماتش جنوب افريقيا مع منتخب مصر اللي خلص واحد سفر بيهم في بطولة الاوبرا هم بس كين مننا ملعب مع ان احنا احسن منهم في الافراد بس هم عندهم الجزء الخططي بقى بشكل كبير بقى علي اقول وديك شايف سان داونز بعمل ازاي في البطولة الافريقية فرقة كويسة ومسكة نفسها ما ما ينشو منها لعيبة او يجي لعيبة فرقة كويسة بتوصل فده الفرق بيننا وبين اي مكان بره بالذات في اوروبا الالتزام الخططي والتكتيك وتطور في الاهتمان بالكل النواحي اللي شامل الكورة متأخر شوية في مصر متأخر شوية في مصر اه طبعا اه اه طبعا المدافعين زمان اتخذوا بتلعبوا برضو كان فيه جزء خططي وتاكتيك من الجهاز الفاني كان بيديكوا تعليمات فيه بس كانت عندوكوا اريحية اكتر في التحرك وفي التحرر حتى في التحرك من الدفاع للهجوم لا لا خالص لانه كن خلاص دخلت اربعة بقى اثنين مصر فما عادش فيه التحرر ده لسا الاول كانت رات خمسة اثنين فكان ممكن الليبرو يزيد شوية كان ممكن مساك من الاتنين لو هو حريف او عنده الملكة يزيد شوية زي ابراهيم سعيز زمان او او انت روقت رواحد اد المكان ده بالزبط اه ابراهيم كان وحتى كبتنها دي خشوة كان برضو بيزيد نفس الموضوع اه لكن دلوقتي ما ظنش دلوقتي لو انت لو المدافع طلع لازم حد يغطي وراء بسرعة يا اما المكان ده هيتدره زي ما جون جنوب افريكا بالزبط محمول معرض ده هو يطلع محمول معرض ان هو ياخد كرة ويزيد كان المفروض حد من نص ملعب يغطي مكان ما حصلش الكلام ده كان دي الصغرة اللي دخل منها جون جنوب افريكا في مصر وانت مدافع كنت بيتميل اكتر للمساك ولا الليبرو لا المساك المساك بس وجود الليبرو في ظهرك اريحية غير طبعية اه طبعا اه طبعا عكس دلوقتي دلوقتي منك يعني اللي يفرت منك لبون على طول اه لازم يكون فيه تخطيئة عكسية من الطرفين حسن ميل الكورة يعني الكورناحية للشمال لازم باكراي ده يبقى هو الليبرو اه او المساك التاني هو الليبرو التاني مش الليورايا هي بتبقى كده زي لو حد تقدم التاني يرجع خطوة كده بالزبط اه يرجع خطوة الورا بساعة دردو بيقى فيه سرحان في الملعب بيقى فيه تعب بتلاقي فيه اخطاء تتكاين اه طبعا تبعت الاداء اللي لدي الاهل في الفترة الحالية اه بدأ الدوري بتسع نقاط بسلس مباريات شايف البداية ازاي البداية مبهرة بداية مبهرة اه مبهرة بس انا مش عايز الناس ايه بردو تتخدع في البداية دي اه ده احنا قلناه احنا بنقوله حتى الجمهورنا في كل حلقة لسه 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 الموسم طويل اه هي بداية مبهرة فعلا واحنا ما كناش ندخل الاهل يقد بالمتعة دي اه لكن لسه الدوري طويل وميست الاهل ان هو دايما لما اللي بيتومين انا ان هو لما بيقع بيقوم بيقوم على طول عكس الفرقة تانية في فرقة تانية لو جات لها وععة تطول في البداية عشرة ما دي كلمت عم حارس الكلمة الشهيرة اه اه اللي لو قع ليه الف اوما الموسم اللي فات احنا كنا الاخير صح الناس كتري في راحة لحنا الاخير خدنا الدول والاخير اكسمت بالله اي فرقة مكان الاهلي اي فرقة مكان الاهلي في القصة دي ما هتقوم مش هتقوم فيها مشكلة لكن الروح جوه الاهلي مختلفة ما طلعش تصريح جوه الاهلي للعيب بيطالب مستحقاته مسلا حصلش اخناءة مسلا في الفرقة والفرقة فكت مقفول عليها حتى بعد الخسارة وبعد ما يبقى فيه ضغط جماهيري ان المدرب يمشي مكنش بيماش مدفع كانوا بيسيبوا مش حدي بتصريح خالص ده خلى فيه استقرار جوه الفريق خلى فيه احترام للعيبة للمدرب مش شخص سبت انه رضا ده ممكن يمشي لا فيه احترام فيه سيستم في الاهلي طيب الشكل الفني اللي بدل بالاهلي الموسم ده السنة دي بتقيمه ازاي او بتحليله ازاي يعني عايز اسمع تحليلك بقى كلاعب كورة وليك خبرات في الملعب شايف الشكل الفني اللي الاهلي بدل بالسنة دي ازاي بس هو البداية لغاية دلوقتي ما لعبناش فرقة هنقول علينا انا كنت متوقع انه ممكن انتاج الحربي كان يبقى ند انتاج الحربي من فرقة الماشية كويس جدا فطرة الاعداد بس المتش كان الاهلي فاجي فيه جدا وكان عالمي فيه جدا وكان عملك سموحة فرقة قوي جدا وفرقة سموحة وفرقة سموحة بس الزمالك في السوبر بس الزمالك فيه عندك شو تاني عيوب بس برضو ظهرت عشان الاتنين بتوع القلب تغيره الاسعوات اللي الترابية او اللي اه بالزبط فعلا بس في الاخر برضو اخر ربع ساعة او تلت ساعة لوقت الفرقة كلها نزلت الزمالك شا لسا بدأت الموسم و اه اه فطبيعي انا بقولك الموسم بس طويل الميزة اللي عندك حاليا فارق فردية عندك اتنين فرقين او ثلاثة فرقين فرديا وفهمين بعض وهو ده اللي كان بيحصل لما كان عبدالله السعيد موجود قبل بيمشي عبدالله السعيد كان ماشي كويس مع المجموع اللي قدام لما مشي بدأت الموضوع ايه عشان ما فيش انسجام لكن دلوقتي فيه عندك رمضان انت حلول كسير دلوقتي بسم الله ما شاء الله فائق جدا حسين الشحات اه فايلر حط اه اجاهي فرود وده كان مفاجئة مفاجئات وبسم الله ما شاء الله اه مشي فيها كويس قوي مصبولت وفعلا انت كنت تفتقد الفرود اللي عنده مهارة اللي عنده لمسة اظهروا وكان سريح لكن مكانش حريف اظهروا يفيدك في السراط لكن مكانش حريف وبهدر فرص اه سهلة اجيه لأ اجيه منك ممكن يقول له فرصتين يحطوا واحدة على اقل ممكن يجيه له ثلاثة يحطوا واحدة اصدق عناصب بتكمل بعضها اه وفهين بعض بدأت الجماعية في الان الاهلي تظهر شوية طيب المباراة الزمالك اللي جاية هي مباراة لها حسابات خاصة اكيد اولا لك يعني فرصة انك شاركت مع الاهلي قدام الزمالك اولا لك شاركت مع الاهلي قدام الزمالك لا لعبت كتير لعبت كتير تتذكر ابرز مباراة القمة بالنسبة لك لا انا فيه مباراة كنت هلعبها بس كنت مع منتخب الشباب سعيتها في المغرب احكيلي طيب ليه ستة واحد اه الستة واحد كنت هلعب مباراة دي كنت هلعبها ستة واحد اه والله العظيم كنت هلعب الاسماعيلي كمان لا احكيلي تفاصيلها يعني اكيد جوزي محضرة مكلمك و لا لا كنت فيه المنتخب اه فكان فيه موتشين هتلعجه تقريبا انا والله مش مذكر اول سوما كلمه كابتن حسن وكلمه كابتن اسماعيل مفروض اللى كنت مسافر بعد كدا الموضوع� هم القلولى حظ در نفسك انت هتلعب ماتش اه اه لا يا ربي كان مش الزمالك كان المحلة في المحلة اه المحلة في المحلة دوا ضعم لو اينا الدوري فيها ده اร forever كان لسمك الاسماعي وانا قناق متخبش بعدها هو ده الماتش اللىخصامنا الدوره لان احنا خصرنا فيه بنتين فكنت ألعب الماتش ده. ونزلوني. نزلت. بس جيت لغاية القوضة كنت لسه جمز. فهم فضلوا قال لك لسه جمز. ملحقش. اه لعبوا تقريبا مش فاكر والله. ماتش من زوائن اول. لكن ماتش ستة واحد وقته ماتش معلع معي طبعا. ان احنا كنا في المنتخب ساعتها. كنا في المغرب. فكنا مقسومين اتنين. معسكر منتخب الشباب ساعتها. اه. مقسومين في قطين. اه. قطة الاهلوية. وده زمن كوي. والكابتن حسن للامانة. راجل فير جدا ومحترم جدا. قلبه بيض. اه اه. وزمن كاوي. زمن كاوي. لكن قلبه بيض. يعني عمرو ما يشير من حد عشان هو الهواء وكلام. فاحنا بها لما كان ماتش اهلو الزمناج. قلقنا الدنيا. كنت اه. كنت انا. كان من ساعتها معك في الفرق اه. ومتعب. وشف اكرامي. وعلي سقر. وكان معنا حد اه. وكان محمد شعلان. واحد اه. اه. وفليكس. بس اللي كان قعد في الوضة ساعتها كنت انا وعلي سقر ومتعب وشف اكرامي. تمام. كنا قني في الوضة فيها. فاعنا بنا الدنيا شوية وكان حصل مشاكل. وصلت نطلع بره. يعني دي كان. كنت في معسكر فين ساعتها. كنت في معسكر فين. مغرب. كنت في المغرب ساعتها. اه. دا عدنا من مغرب طرد ماتشين ساعتها. اه. كانت عيان جميل الحمدو بس هو ماتش ستة واحد ده اللي اه. ما لها مراصر كلها مش معايا. اكيد طيب. دا محدش كل مصدق اللي بيحصل. في مباراة انت لعبتها تانية اهل وزمالك? اه. اتحطيت احتياطي لكن اه. لعبت ناشيين كتير. ناشيين لكن فريق اول. لا لا احتياطي بس. احساس اللاعب في مباراة كبيرة زيديك اللي بيعمل ازاي. يعني انت دخلت مواصقة. بص اللاعب اللاعب اللي بيخش نادي الاهلي. اي ماتش بالنسباله هو ماتش كبيرة. ده حقيق. اه والله مش مش مثلا زي مالك او لا النادي الاهلي. انت الحركة محسوب عليك. الاهلي بيدي المنافس حقه وبيدي المباراة اهميتها ايا كان من الاهلي العب. كل ماتش انت بتفرج عليك ما هي لك. صح. الجمالي بتاعت النادي الاهلي بيتموت في حاجة اسمها النادي الاهلي. فماتش زي مالك كلعيب كورة. هو هو السبات الانفعالي ماتش اه مثلا انتاج او مصري او اسماعيلي او او السبات الفعالي. وده اللي بيفرق اوائك كتيرة جدا او بيبقى وحش وبيجو قدام الزمالك دي عملاتية. حتى هو وحش. مابراء بقولك لها حسابات خاصة. لان زي ما بقولك الاهلي بيبقى عنده اسمات الفعالي. لعدة الاهلي عندها احساس بالااااا بالااااااااا مش هايز اقول كلمة كبيرة شوية. في قيمة مباراة اهميتها لدى الجمهور. من قيمة الاهلي. من قيمة الاهلي? من قيمة هل التاريخ بيبقى ليه دور في استعداد اللي عمينت ذهنياً ونفسياً للمباراة؟ أكيد. بيديك ثقة. بيديك ثقة؟ طبعاً. طبعاً. انت عيشت لأجوابها قد تجوار فرقة الأهل وعارف التفاصيل الصغيرة ديت. طبعاً. انت بتنزل بتنزل المتش موديمكش للحياة واحدة بس. تكسب وانت عارف من جواك ان اللي قدامك حاس اللي انت تكسب. يعني هو حاس اللي انت بنسبة كبيرها تكسب. بيديك دفعة. طبعاً. اه. انا ليه ازدقاظة من كثير. يعني حتى وحنا وحنا لعب الكرة نفسياً احنا اعلى. نفسياً انا كلاك بصراحة. انا ليه ازدقاظة من كثير وآآ 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 ومدربين فيه دماغي. بس كل الناس عارف الكلامنا. نفسياً حتى الاهل السنة اللي فاتت لما كان فرقة طب وسياسف آآ خدنا الدوري. طيب. لعب الكرة بيفكر ازاي في مباراة قمة زادية. يعني المباراة الاول مرة من فترة طولة جداً تكون في الاسبوع الرابع في الدوري. هل في حساباتها مع اللعيبة بتختلف لو انها مباراة في اخر الدور الاول او في نهاية الدوري. اكيد. ما معنا؟ المدربين الاتنين بيبقوا دخلين المارش مش عايزين يخسره. وده يبقاش حلوة. يبقى لازم مدرب يبقى فيه جرأة شوية. والاتنين المدربين انا شايفهم كواسين. والاتنين هلعبوا مش مش مقفول زي اول السنة اللي فات. لو تتكري جي من اللي كان في المطر. ده ده مطش ده. كم مقفول. انا بعتبر المطر ده ما هتحسبش. او كم مقفول. المطر ده مش موجود اساسي. الاتنين كان خافيهم بعض. المدربين كان خافيهم بعض. فالاتنين ما مش 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 عايزين يجسفه. ولا العكس. يعني انا بعتبر مبارزة دي في الاسبوع الرابع في الدوري. لسه الموسم طويل. ولسه المشوار طويل. لأ العب عشان اكسب اعمل سلاس نقاط. خلي بات فرقة ازاي منك فرقة قوية. يعني. انا فهم انا اصد ركام على الفريتين. ايش باتكلم على الفرقة واحدة. ركام على فريتين هيفكروا بنفس الشكل ده. افتكي الكلام ده كويس. ازاي منك لعب مطرين وعشرين. اخر مطرين. قدام الاهلي. ازاي منك هيبقى مغير تماما. مغير تماما. مغير تماما. ولكن المباراة لها حسابات خاصة. واللي هركب الاول ممكن يكسب مطش. اللي هركب الاول. اللي يجيب الهدف الاول قصدق اه. اه اه. وتمنى طبعا الاهلي يكون هو السباق لان الاعلم سباق ليركب المطش. اه لكن في الزمارة تلات قيلة. تحترم ولازم تكون عامل حسابها مية في المية عشان تكسب المطش. مباراة في الزوار الرابعة زي ما قلت لك. دي مباراة انت عايز تكسب لان لسه الموسم طويل. ما انت مش هتخسر سواء هنا او هنا. ودي جي تقول اه خلاص انا كده اخسرت الدور. لا لسه الموسم طويل. فبالتالي اي جهاز فني عايز لعب على المكسب. اه. عكسل المباراة في الدور الاول في اخر مباراة او في نهاية الدور التاني. اه. بيبقى واضحة المعالم فبقى كل واحد عارف هو عايز ايه من المباراة. فبتختلف شوية. تختلف كتير طبعا. مم. حتى في في نوعية اللعيبة في اللعبية بتبقى جايبة مستوى في اول الدورة في اول طاعة الماتشات فيه. اللعيبة في اخر موسم بتزهر بشكل افضل. اه. انا بقولك الماتش الجايدة هيبقى ماتش اه صعب جدا. وبالنسبة لنازل زمانك اكتر من الاعلي. لان ميتشو. لغاية دلوقتي ما ما اه. ممكن يكون دافع عنده على فكرة. ما هو دافع عنده بس في نفس الوقت هو هيخاف يخسر. وهيخاف يخسر بسكور او بنتيجة تكون مش اه محصلش من فترة. فهو برضو محطط تحت ضغط عصبي اكيد كبير. اه. وانا سبع ان هو اصلا ماتش هتأجل. لا يعني لغاية اللحظة دي ما فيش اي كلام رسم عن الكلام دا. ما فيش. كل دي تسريبات. لكن مبرر غاية دلاطف ما عادها سبت الجاي. اتمنى. لا نتعامل مع التسريبات. اتمنى. نتعامل مع الاخبار الرسمية. اتمنى اتمنى. طيب. وان شاء الله يكون ماتش حلو ان شاء الله. طيب. مين ابرز مدافع اه في النادي الاهلي حاليا او في الكرة المصرية بشكل عام. هو احمد حجازي. احمد حجازي. احمد حجازي. طيب. في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. هو حاليا. مدافع شايفه عصري يعني بيدافع وبيهاجم لي دور هجومي ودفاعي. اما كلهم كواسي. تجزع اه. طيب. اول ثلاثة مبرات في الدوري. المكاسم الفنية والمعنوية اللي في بداية الدوري مهمة بالنسبة للفريق. جدا. 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 السقة لوحدها تفرق فرق باشحة مع العين. اه. اه. تلت مرشوات اداء ونتيجة. وفي افريقيا كذلك. اه. لأهلي فريق. رجع مرعب. زل الاول. مرعب نتيجة واداء. نتيجة واداء. اتمنى الااداء دا يستمر. وحتى لقدر الله قابلنا اخسارة ولا حاجة. لا. يستمر برضو. لا لسه انت تلعب ربعة جيدنا موراة. اه. كل بطل بيوع شوية اكده يوم نفض نومه ويكمل. اه. 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 اتمنى ان شاء الله الااداء المبهر دا. الممتع يستمر. طيب. على المستوى المعنوي والثقة. اه. شايفها ازاي. مستوى المعنوي. هو طبيعي انك لو كسبت الزمالك انت وقفت الارض صلبة وبعندك ثقة ودوافع غير طبيعية. الماتش دا. اه دا حديدا. الماتش دا. وهتبقى ركبت الدوري حتى في فرق النقاط هتو تكلم في خمس نقاط. اه. الماتش دا. اه حاجة مفصلي في الدوري كله. في الدوري وكاس وكاس الصبر. لان انت لو كسبت الزمالك في الاسبوع الرابع. هتركب الدوري. لعدك هتاخد ثقة. الزمالك نفسه. هياخد فترة رابعا لما يفوق تاني. وها. وهيلاقي في فرق بتعاصلك قدامه كتير. اه. هيركبك حقك كتير قوي. حتى في افراقيا هتا هتحس ان انت. اه. في ثقة زي ما تقول. في اه. دفع معنوية لك. الزمالك رجعت. فهيفرق جدا معنا. جدا. لو. عارف يعني. مبعد مباراة الزمالك انت عندك مباراة الجونة. مم. بعد مباراة الجونة انت عندك توقف خمسة وثلاثين يوم. مم. فالمكسف في المباراةين هيديك فترة شهر او خمسة وثلاثين يوم تعد للموسم بشكل تاني. لانت خمسة وثلاثين منذ فترة اعداد تانية. فعلا. اكد انك بتنهي موسم جديد. مم. فعلا. مكسف ست نقاط اقول زمالك وجونة. بزمالك بس. مم. بتخليك انت كفرقة بتشتغل للفترة اللي بعدها بآآ بصورة مختلفة. لكيد. والفترة اللي بعدها بداية بشور الفريق كمان. انا نفس الاهلي دعم. مم. بقى فارقة محترمين يليقوا بنادي الاهلي. ما انت عندك مباراة القمة كان اجايه كان حلقة الا. بس اجايه. لعب كير لعب كويس اولا. بس اجايه في اللي حسن منه. في اللي حسن منه. انا مكانك بصراحة. لعب كويس. بس شفت انت مسلا اللعيب اللي هو راح بعيني الاماراتي ده. ده كان فري. آآ لابا كوجي. اه. كان فري. وبسم الله ما شاء الله في كل الامكانيات اللي تساعد اي فرقة عالنجاح. كان فري. كنت ممكن تجيبه. آآ في اماكن انت لسه عايز تسافين منها من المحترفين. كان محترف في الملعب دلوقتي. بس انت عندك اقول لك على حال. عندك علي معلول. ده عالمي ده. ده بر التسنيف ده. ما هو افريق. ما قصد الناحل قدام. عندك اليو ديانج. ده نجل المتاك خمالي في الاولمبي واياخد فرص الفترة الجاية ان شاء الله هي كوليدر كبير جدا. طب تتكلم فاليد ازارو. اول سنة في الدور المصري هداف الدوري. وبينضم للمنتخل الماركة. وبعد كده. وبعد كده. وعندك جونير اجايي. لا عندك 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 امكانات كويس. وجراردو. بالظروف المتاحة وجراردو كمان بلعف المنتخب انجولا. انا اهم ما حاجة يكون فارق عندي. ان شاء الله. يكون اه. بس اه انا نفس الاهلي يجيب مهاجم عصري. مهاجم في كل المواصفات. بلعب يجيل اتنين. حريف. يكون عنه سرعات. يكون برضو لعب بيكون بلعب بالنوم. اه اه اعدنا فترة مع عزارو. عزارو لعيب كويس. لا جدال. بس هو كان ارس على نفسه السنة الاول ناية. بتاعت كده حسان بدري. ارس على نفسه كان بيزود. وكان بيشتغل عجون كتير في التمرين. فاخد هداف دولي. وكان من اخطر المهاجمين في الدول. هو عاش على السنة دي. السنة اللي فاتت. بس ضغط الجمهور ممكن يقصر على اهلا. لا لا لا. اهلا. اهلا. اللعيب لازم يكون متعوضة على ضغط الجمهور. لازم يكون متعوضة. طيب. الدور السنة دي. البطولة شايفها اعتبقى قوية. بانتظام المساب اعتبقى البطولة قوية فنية ولا شايف الدور السنة دي بقى زي. اه اكيد قوية. اكيد قوية. وكل سنة عن سنة بتبقى اقوى. اللي بقى لك. ان المجال في مصر بقى مفتوح جدا. لو فيه لعيب في اخر الدنيا. ولعيب كويس. وبيلعب في الدرجة الثالثة مسلا في الصعيد. هتلاقيه السنة اللي بعدها بيل عبدالر المتاز. عكس الاول. لو كان اربع خمس فرق هما فيهم لعيبة كويسة. والباقي بيعافر والباقي اللي هما جماعة لتحت اللي بطلع بينزل. دلوقتي لأ. شفتوا السنة اللي فاتت كان جدول عملت ازاي في اخر اه كان اصدر من نص فرق الجدول اللي بتنفس على البقاء. فوق تحت. اه. فيش غير فرق او اتنين بسكن نفسهم في النص. كان الماولين على معتقد المصري. تقريبا. اه. ومن اول الانتاج لحربي لغاية. الانتاج السرايح بدري. الانتاج كان طلع من الدر الاولين على كويس. فهو السرايح بدري. فعاد حوالي تقريبا سبع فرق او ست فرق تنفس لغاية اخر يومين تلاتة. ده حقيقة. فده قوة قوة للدوري حتى المقدمة. قوة الدوري حتى لو في الهبوط مش في السورة. حتى في المقدمة كان اهلي وزمال كوبرمنز. محدش كان عانا فين اللي ياخد دوري. ده حقيقة. طيب. عدم انتظام المباريات وتوقيتاتها. ده ممكن يأثر بالسلب. اكيد. رغم ان اخد بالك انت قلت السلفاتة المسوق قوي. رغم ان ما كانش فيه انتظام في المواعيد. اكيد. اكيد. عندك الدولة الانجليزية. انت ممكن تحجز الوقت. ده ماتش. ترجلت الساعة على مواعيد المباريات هناك. ممكن تحجز ماتش. بعد خمس ستة شهور. الساعة الفرلانية. انا حجز التكيت هو جاي. بتروح تلاقي كل حاجة. فيش حاجة اسمها بقى اجلنا ماتش ده عشان ماتخب انجلترا بيلعب في تصفيات. مزبطين حالهم من اولا. وانا نفسي مصر يبقى كده. نفسي مصر يبقى فيها سيستم احترافي عالي. انا عايز اقولك ان دول كتيرة سبقتنا. السعودية سبقتنا. المرات سبقتنا. المغرب سبقتنا. يعني مش عايز اقول تونس لاني تونس برضو نفس الوضعية بتاعتنا. اه بس هم عندهم يعني شوية برضو. فرق اه كتير قوية. في تونس. عكسينا. هنا انتبقى عندك تلاتة. هناك عندهم خمسة او اربعة. طيب اه ايه ابرز التحديات اللي ممكن تواجه الدور السنادي او الفرق بشكل عام? اه. ايه ابرز التحديات? زي انا لسه متكلمين فيه. موضع بموضع التأجيلات. اه طبعا مشكلة الزمالك. ده اول تحدي. ان الزمالك هيلعب لسه ماتش في مصر. كان عايز ياجي ماتش الزمالك. منرجى بعد كده اه قال لك لا احنا مش ناجل ماتش الزمالك. مش هناجي ماتش الزمالك. الاهلي مع الزمالك. معنى لاش مانع نلعبه. وبعد كده سمعنا ان في ماتشين يتأجله. للمقاولين وآآ. ما دي اللي ظروف في الطرق انا تيجي التحديد ماتش زمالك في افريقيا اه. ما اعرف. فدي تحديات لسه. تاني اه. اه على ما تسكن المبارات دي تلحى تسكنها في موعدها اي بقى فيه انتظام في المسارقة. في مشكلة برضو اه بدأت اصارات اه تبان شوية. تطبيق نظام دور المحترفين على الدرجة التانية. في فرق كتير عامل ابيان ان هي مشتشارك. طب ليه? يعني الفرق مطروح كلها عامل ابيان ان هي مشتشارك. فرق ده اهلية تقريبا عامل ابيان ان هي مشتشارك. اصار الفرق دي اولا الدعم اللي بيجي من الاتحاد ليهم قليل. في دول بيصرفوا على حاجات بسيطة. فايبطوا اايبطوا. فتطبيق دور المحترفين عليهم بدورهم. بس انت بتطبق الحد الادنى مش بتطبق الدور المحترفين بنفس المعنى او القياس بتاع الاسم. يعني الحد الادنى لتطبيق دور المحترفين. لا هم ما طبقوه. عشان كده دي فيه مشكلة برضو على المحل. بس هيحصل هيحصل يا يا كابتن زيات. هو لازم يحصل من زمان. بس ليه عليات? ليه عليات? هم. يعني اه خلي فيه نوع من المساواة. من الان دي. نوع من المساواة من الان دي. عشان حتى كل نادي يقدر يعبر عن نفسه في الدورة. بس في دول لما هجيت تبقى تدور المحترفين على الدرجة الاولى. كالدوريات مسلا حوالي ستاشر منادي او تمنتاشر منادي. لما هجيت تبقى تدور المحترفين. تقلص عدد الفرق الاثماشر. ام. ومحمدش اعترض. عشان اه. كلام ده حصل في الخليجي. كلام ده حصل في شبال افريقيا. ام. في دول بت. لانك لازم تلجأ لده. لازم تروح لده. اعتقالي ما عندنا في الدورة مدينة او تلاتة هم اللي اه. اه. ما انا عارف. هم اللي هم اللي يعني عملوا الاجراءات دي وخلاص اه. مخلصانها من بدري. بس. بالضبط. كل سنة بيسوفه عندنا. طيب. ايه مطلوب بالجمهير الفترة الجاي. الجمهير بشكل عام. جمهير الكرة المصري بشكل عام. مطلوب الامن. يفتح الباب لجمهير تهوش. هو ده المطلوب. الجمهير بتعشى حاجة اسمها كرة. الجمهير هي شريان الحياة. وهي روح الكرة اساسا. فلازم هو اه. الامن المصري مشكورا ايه. على الان لي يسمح بعشرة. خمستاشر. واحدة واحدة. عندك الاندية جمهيرية زي الاتحاد والاسماعيلي والمصري. نازل بتاكل كرة. تعيش كرة. احنا بنشوف سورة كويسة في بطولة العربية في بطولة الافريقية. سوبر لما كان اهل زاك فيه خمس تلاف هنا وخمس تلاف هنا كان فيه سورة كويسة معقولة. اه طبعا. اه طبعا. لازم نسفهم يا جمهير. يعني دخول واحد للماتش ده في حد ذاته بنزبره ده نزهة. نزهة وخروجة. اه رحلة. وبيخلصوا من استرس العصر ويفحكتنا في امور الحياة. فلازم يكون فيه توجه للدولة ان يفتحوا الباب لجمهير. وقاننوها مش مشكلة. بس افتحوا. طيب. لو بنتكلم بقى في زا ملك. احنا طبعا بنقول الاهل الاول ان هو صاحب الملعب هو صاحب المباراة. امام. لكن الى عامل الفنية هنا وهنا. مين يرجح كفة الاهل ومين يرجح كفة الزملك. لو انت بتعمل قياس للفرقيتين. ام. هو فيه مشكلة الوقت في الزملك. حتى لو مش في اسماء العيبة. لا في خط الوسط خط الدفاع قط الهوم. هو اساسي بنشوف صاحب. اساسي بقيله فترة بيد عن مستهل. هو طريق حامد طبعا من اللعيبة الموجودة في مصر. اما كان احسن لعيبة موجودة في مصر. شوفنا راجل هلاوي بقولك طريق حامد من احسن لعيبة الموجودة في مصر. وارجل لعيبة الموجودة في مصر. ام. بك احنا الحمد لله برضو عندنا. السلية لنا حمد فتحي. اتنين برضو العيبة عالين جدا. حمد فتحي. جاي جدا. ام. وهيبقى حاجة محترمة اوة او في الكورنة المصرية. ام. الكوة الدرب اللي عندك اقوى. وافوأ. من غير بذكر اسم. يعني مش اقول ايه او رمضان صبحي. شفت ما عملت اخبالون بيعمل ازاي? ام. بيلعب جانب وافوك لو واحده. لو واحده. هو اللي عمل كل الشكل اللي يجومي. بعد يجي صراح وبعد كده يجي مصر محمد. ام. بس رمضان بقى في حتة بعيدة. يعني هي العيد مصري. وانا في رأيي هو الايكونة اللي جاية لجميل اليدالي. رمضان صبح. اه. هو الايكونة. كل عشر سنين ولا حاجة اللي بقى عندنا الايكونة بتقعد معنا فترة. هو رمضان صبح يبقى الايكونين. طيب. اي من الخطوط هيكون لي دور مؤسر في ترجيح كافة فرقة على اخرى. قبل ما تجاوب. اهنا ثم نواصل حديث مع كابتن محمد الزيات اللي جاب على هذا السؤال. اي من الخطوط ممكن ترجح كافة الفريتين. سواء في الاهلي او في الزمالك. ثم نواصل حديث معاك بعد هذا الفصل. اهلا وسلام بحضراتكم الجديد واستكمال الفقرة الحوارية مع كابتن محمد الزيات. كابتن زيات كنا بنتكلم بقى في ترجيح كافة خطوط في الاهلي عن خطوط في الزمالك. طبعا. كنا بنتكلم في خطوط في النادي الاهلي سواء خط الوسط او الدفاع او الهجوم والزمالك نفس الامر. لو بنتكلم في الاهلي. اه. كافة اي خط ممكن تكون هي لها الغالبة ان النادي الاهلي يكون متفوق وليه الغالبة في هزي المقرأة. خط الامامي. اللي هو وسط الملعب الهجوم ولا. اه من وسط الملعب الهجوم وال المهاجمين اللي عندك. تمام. طيب. وصلنا لمرحلة التجانس. وآآآ. بيفهم بعض اشارات دلوقتي. تمام. عندك الجنب الشمال معلوله رمضان صبحي. جابها نار. نار بسم الله اشهدها. اه الشحات. رجع. اه اه ثقض في نفسه اه 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 افتكر نفسه بتاع زمان. خلاص. رجع. عاجل اجواء بقى ودخل. خلاص دخل. اجيه زي ما قلت لك احنا كان اوزل مشكلتنا معاه في تضيع الاعداف السهلة. اجيه لأ ما بيضع عش اعداف سهلة. ممكن يجيب. يعني من ثلاثة يجيب اتنين. فاحنا في الجانب ده نتفاق على الزمالك في التجانس. وفيهم اللعيب. هم عندهم برضو لعيبة كايسة. عندهم مصطفى محمد عندهم عشوف بن شارقي عندهم ونجم عندهم اه اه اسموه اوباما. اه. طيب في الزمالك اني خط ممكن يقول ليه الغالب ان هو يرجع كافة فريق. الخط الهجوم اللي ذكرته مصطفى و اه اوباما وبين شرقي ولا خط الدفاع. لو فايق. اه. نص ملعب. نص ملعب زمالي. نص ملعب زمالي. طريح حامد و اه ساسي. بيكملوا بعض. كاملوا بعض جدا. بتتكلم عن المباراة ممكن تكون طبعا هي مباراة كرة قدم. بس بتتكلم عن المباراة هتكون معركة في نص ملعب. بس يعني في عز ما كان ساسي مصطفى عالي. حمد فتحي عامل على الموت شكاس. حمد فتحي تقلقه مع المنتخب على فكرة ممكن يدي له عنصر. مكسب. مكسب ماتش اللي فات. مكسب مهم جدا في عبرات الزمالي. اه. اه مكسب ماتش اللي فات. اه. اه. اتوقع هم لو فايقين في المنطقة دي اللي هي نص المرعب. هيبقى ليهم الغلبة لكن ما توقعش. طيب حمد فتحي ايه الدور اللي بيوم بيفي لفوصة معك؟ حمد بيجمع بين النحتين الدفاعية والهجومية. اه. وهدف كمان. نعبي يزيد فكرة عالية ممكن يحرز هداف اه بلأسية. وزي ما شفت في موتشنل مصر. كامل فكرة حطها. ده العامضة منهورة على فكرة بيتماز باللعبة داية. وينبي. اه. وينبي. اه. كان عطول بيطل يحط وينبي هده. اه. فحمدي اه اه زي ما تقول كده اه نص ملعب عصري. بوكس تبوكس بس ان احد دفاع عنده عالية. اه. ودي ميزة؟ طبعا. ميزة مهمة جدا. طبعا. 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 عايز تفسد هجمات اي فرقة قدامك. يعني السلية لما كان في الاسماعيلي كان عندهم ناحية هجومية اعالية. اه اه وكان بيشوت وبيسدد. وكان بيروح بيرقص. اه. لما جيه الاهلي بقى بيركز في ناحية دفاعيها اكتر من من الهجومية شوية. وفرق جدا مع الاهلي طبعا السلية. طريقة اللي بيتحتم عليك الانك بتلتزم بالتعليمات. اه طبعا. وما انفعش الاتن يزيدهم. لازم واحد بس يزيد. على القل. لكن بالنسبة في الورق خط الظهر انا شايف في المستوى w90 بقله. ايه. احنا بس نفرع انهم بازل معلول. بازل معلول. اه. في تكملة الهجومية مع الشق الدفاعي. اه. غدا ينبي بقى فيه راجع ليلية بينه بين النقاز. اه. على طول بقي بقى فيه مع وتشجيا الجانبية بينهم بعض. حور طمسي خالص بينهم.%. م ال� Mass que كده. طيب. في جزئة برضو مهمة جدا عايز اتكلم عليها. فكرة الاتنين المساكين في النادي الاهلي. بتمل اي كفة انك تلعب بياسر ورامي ولا شايف فيه صناعية تانية ممكن تكون آآ ياسر وايمن. هو رامي لسه راجع من اصابة فترة يعني. بس يعني خلاص بقى اثابت في مكانه بقى ناشر بشكل كويس. انا عايز اخد بقى رؤيتك في المكان ده ببعنك انت راجل مدافع. ولعبت في الاهلي فترة طويلة وكنت كمان موجود في وليك خبرات في الدولة المصري. السرعيات في خط الدفاع. الاتنين بيكملوا بعض ولا انت عايز اتنين بنفس المواصفات. جاء الاتنين بيكملوا بعض. بمعنى ايه? مش لازم الاتنين يبقى نفس المواصفات. مش رحاري طيب. يعني اه لو انت هتلاعب واحد سرعيته مش عالية لازم لجنبه البسارية. اه لو هتلاعب واحد في الكرة عالية مش مش عالية زي ايمن ارشف هو جنبه عالي. لكن في الكرة العالية ممكن لعب طويل. لانه هو قصير مش طويل. ما يجيبش جنبهم يجيبش الكرة مثلا. زي خربه طايب لو نزل. مسلا. هيعرفوا فقرة عالية. فلازم معها واحد طويل. هقال لجنب واحد طويل. فبتكمل بياسر او رامي مسلا. مسلا. اه. مسلا. انا ياسر بيعجبني بصراحة. ياسر كمساك كويس. كويس وهيجي مع الاهلي مع مع الوقت. هيعلى جدا مع الاهلي ان شاء الله. تمام. ورامي برضو بيعجب كويس بس رامي مشكلته في الايصابات. رامي في غير الايصابات. testing هخدي كان على الاه idee. انه لم تقوم بتاعتك كتير او لاسف. اوه يا حاجب الايصاب. او. رامي متاسس يعني رام يعندو قوة بدانية مش طبيعية. فآه لو بعادي عن اصابات شوية هيلعب. وهيلعب من السلاحة. هم م كلون كويسين. بس ايمن احرب اصلا ده مش مركزه. يعني المبس samma ده مش مركزه هو بيقديها كويس. من فترة الكرة حسان بدري. آآآ. لكني هو مش بس سك مساك. لكن بيقى ديها كويس. ومميز فيها برضو. بس ما نخفلش برضو ان ايمن ساعات لازم يهدأ. اهوقات لازم يهدأ. ما يدفعش. بس بس ايمن في ميزة. اللي هي. ان هو حتى لو غلط في كورة ولا كأن حال حصلت. بيلام نفسه بسرعة اه. وعندوش مشكلة. دي مهمة في الله. بيدا. في لعيبة ممكن تغلط غلطة. تكر طول المتش. ويفضل مدلل. اه. في لعيبة لا. ميفرقش. ايه يعني انا معرض لنغلط. ايمن في النوطة دي. وخوة دي سفي. مؤسفات القوة دي محتاجانة في مباراة الزمالك. جدا. اه. انت محتاج لروح. وعزيمة في المتش ده. المتش دي خليبك من. المباراة دي بتبقى كورة ولا روح. بتبقى روح رقب واحد. اه. رقب التين حالة البدنية والنفسية اللي عيبة فيهمها. انت ممكن تلاقي الاهلي زي ماتش تتا واحد. اه. هو كان حد يتوقع. قبل المباراة اطلاقا لا لا بالعكس. كل يقول الزمالك هيكسر. اه. وحتى ثلاثة صفر او ما الزمالك جيب جون. الناس قالت لك الزمالك هيرجع او هيكسر. فهي الروح اللي بتفرق. الروح اللي بتفرق. اه. وسبح الله يقولك دايما ما فيش اه. بين اهل وزمالك توقعات. فعلا. اه. ما فيش توقعات. احنا فترة رايبة كنا احسن منهم بكتير. وكسبونا. في الصبر تقريبا او في الكاس. ترتا واحد. وكنا احنا مسكين ماتش. هو الزمالك كده. ماتش حاطة زمالك حتى منشئين. يعني في اه اه ايما كنا منشئين كنا احنا داي من الاول والزمالك السادس او الخامس. اه. وماتشينا معهم حاجة تانية خالص غير الدولة. مباراة خاصة تانية. خالص. ممكن نكسب. اه. احنا في الاخر او بقى اي لم نكسب بس في الاول. اه. كنا ممكن نوع نكسب اسماعيلي. ومسلا منصورة هتنفلق برضو التجيلة في النشئين. ونكسب المااولين. ونجي عند زمانك. نمخسرين واحد سفر. بدون اي منطق. وانت اول الدوري. وهم اسادس الدوري. بس واس ماتشي جماهيلي بقى. وتلاقي في العبر في الجماهير بتاقي لا. ما. بس. طبعا في النشئين غير في الاول. في الاول انت بكون مختار لعيب على الفرازة. عارف سباته النفسي وعارف اه قوته عامل ازاي وامكانته فنية عامل ازاي. فالنشئين لأ. النشئين لأ. اه قريب. انت شاف ان الاهل لسه خسرين برضو قريب. في النشئين. والاهل كسب في مرحلة ستنية ترتة سفر وفي مرحلة تانية خسر تنسف. اه. ملاش بكيس. النتائج فيها تباري حوجاية. ملاش بكيس. اه. في النشئين فيه لعيب ممكن يديك في ماتش اه سهل قوي. ويديك يجيب لك سبعة جمال. تلعوا ماتش جامد يخاف. ملاش بكيس. طيب مباراة الساعة الجاي. ممكن تكون مباراة لها فرصة احنا نشوف اهداف كتير ولا المباراة تمام افولها. احساسك توقعات كده وانت بتشايف الاوراق في الندي. اهو ربا ساعة. اهو ربا ساعة وعشرين دي اهو. 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 لا قبل ما تبدأ المباراة. احساسك بتشايف المباراة ازاي. الاهل هينزل عشان عايز سجل. لأهل افوأ. طبعا يعني طبيعي على الورق دي. الاهل ايه افوأ? الاهل ايه احسن? الاهل عنده تجانس اه بسم الله ما شاء الله علي جدا. اه لو نزل اه حضرة ما هو ان هو يكسب هيكسب. اه. لو فيلر دي نزل المتش بيامن وعايز العم مرتدة او بيامن وعايزي. بس هامش طبيعته. اه. مش شايف هتبقى طبيعته. هو متش هيبه حلو. وهيبقى في تهديف. هيبه ماتش جيب من اهو. اه هيحسن. بس يتلعب. هيتلعب. هيتلعب بإذن الله. هيتلعب ان شاء الله. ويتلعب دلوقتي. طيب. فرصة انت معي اخد رأي كمان في المنتخب الاول والمنتخب اللومبي. لان الاسبوع اللي فاتكت فيه فتر توقف دولي. نتيجة انشغال بقى الجميع بالتصفيات. اه سواء في افرقيا او حتى في اوروبا واسيا. وعلى المستوى بالنسبة للمنتخب مصر. طبعا مصر ما بتلعبش تصفيات دلوقتي لسه تصفيات الشهر الجاي. مصر في مجموعة مع كينيا وتوجو وجزر الكمور. اه. اول مبرامعة كينيا اربعتاشر نوفمبر ثم عن سافر لجزر الكمور تمنتاشر نوفمبر. اه. شايف التصفيات والمجموعة ازاي? ودي المجموعة المؤهلة بشكل مباشر. للكاميرون الفين واحد وعشرين. واول مهمة رسميا للكابت المسان بدري وجازي الفاني كانت بالامس. مبرامة عبد سوانا. تقليمك للمباراة الاولى والبداية والتجربة بالتصفيات القادمة ان شاء الله. هي تجربة. في النهاية هي تجربة. يعني الناس طلعت قول ده ماتش وحي شو ماتشن. لا. هو راجب يجرب وعمره يجي اول ماتشن وملاعب برازيل او اللاعب ناجرية. او برضه مش عايز يخرج بفضيحة. او يخرج بكسرة للعيبة الموجودة. لان انت بتجمع عتين جديد من وجهة نظرك. توليفة جديدة. كانت وحسن شغل له هيبدأ مع اول تجمع طويل للمنتخب. في اختيارات تانية اكيد هي في دماغة. لسه في مرحلة التجربة. ماتشن بكتب بحمدي فاتحي. مكسب. مكسب من ماتشن. عبدالله جمعة. بكلفت. مكسب من ماتشن. الماتشنات اللي زي دي انت بتجرب فيها. مش مطلوب منك اده قوي على الادة. ممطلوب منك انك تطلع بحاجة مفيدة. بس اللي يعيب ماتشن برح بس ان ما كانش فيك خلصة كتير. كان كله اخترقت من عمق. بس هتجرب انت برح بتلعب بتيم بنسبة سبعين تمانين في المال. موجود معاك. يعني هتجربهم ازاي ما انت عارفهم اساسا. موجود معاك. بس هما ما عندهمش الطمانينة الكاملة اللي هما هيكمله مع كتوحسن. لسه فيه اختيارات تانية. ولسه هيجيب. ولسه فيه محترفين. ما ما جابهمش. فالمشكلة في انت عندك عكم تهديفي. عكم تهديفي. نسبة الاهداف مش عالية. من ساعة اه متعب وعمر زاكي وكابت الحسام حسن. ما حدش جمالة المكان ده يملعنا. يخلي كده احنا عادين بالطمينة اللي ممكن في ايه وقت. فرود هيجون. مفيش الكلام ده. عندك عكم تهديفي. عندك جيل كامل مفوش فرود. انت اللي بيقولك الجوان في الماتشاط هون محمد صلاح. هو صلاح طرف مش فرود. يا صلاح يا تريزيجية. هو صلاح لو غد ما عندكش حد يعوض غيابه. تريزيجية الفينش بتاعه مش حل. تريزيجية مش عالة مش فرود. لكن لعيب عليه جدا فعلا. انت عندك مشكلة في فنش. ودي مشكلة ازالية بقالها كز سنة مش سنة واحدة. هتعوضها ازاي. نص الملعب. ليه اني مش حاسيني ان هو مع المنتخب فارق قوي. شام ملعب السهل. هل نفس اداة طريح حامد؟ لا 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 طريح حامد نوعية ثمية خالص. طريح حامد اه اه حاجة لعيب مقاطر. شاصة نفس اداة ان هو بيعمل نفس الاكتف او نفس القوة البدنية. ناصن يعني الدور اللي بيقديه طريح حامد هو اصلا نفس الدور بيقديه لني. فلني ما بيظهرش لني طريح اللي بيعمل الدور ده. ده الله قصوده. لا هو لني يعني بيدور الكورة. مم. بس لني من الاول كان بياخد الكورة يدور بطريقة كويسة. وبيعمل سروب بس كويس. مم. وبيعمل اه لو الموارد مدافعين كويسة. تمام. دلوقتي المواعدة قال لي شوية. بقلو فترة. اني مش اني بتاع اه اه اول مراحل ارسنال. اه طريح حامد لأ طريح حامد حاجة محترمة جدا. جدا. والسلية. وحمدي. لأ نص ملعب كويس. يعني نص ملعب كويس. نص ملعب منتخب مصري كويس. لكن اني اه لا بعيد شوية. شوية. طب طب اجربة الكابت الحسن بدر مبارح؟ شايفها مفيدة بالنسباله؟ اكيد مفيدة. اكيد مفيدة. مستوى غسونة مش مقياس برضو. ما انا بقولك. اكيد مفيدة لانها فيها اخطاء وسلبات كتيرة. اكيد مفيدة. لان فيها اخطاء وسلبات كتيرة. اه طبعا. اه. تبلاع فيها ضعيفة. ليه مصرح الاختراك من عمكة. ليه ما فيه كروسة. في تيمين مصري لو تلكز مع تيمين مصري في مع كابتل نعاب جلال بيرفعه مسلا فوق الخمسشوك روس في الماتش ده بيولد اخطاء جول المدافعين هي القصة ان الاهلي طريقته للوقتي الدخول من العمق طريقة الاهلي فتقريبا في لعبة في المرعب كانوا من الاهلي اه كان لازم يختراق من الاجناب حتى يفتح الديفنس بتاعهم احنا كل اختراقات نكناتي بط SHAW دي منحق من السليبيات اللي حصرت في مارش مصر. كان المفروض يبقى فيه شغل على اطرافه. هو عارف كلام ده كبت حسام. وعكين شافه. طوله يبقى مكسب جديد. حمد فاته. ده مكسب في مارش. عبدالله افشا. مش لازم تلاعب فيه اجام دقاوي عشان تطلع على المكسب. اهم حاجة الرسمي. طب المجموعة التي تتمع مصر ان شاء الله كينيا جزر القمر طوغو. كينيا يمكن انا عارفة كويس قوي. وكنت مع رئيس الاتحاب بتاعهم في الاحتفاليين اللي فاتت. انت خلت في كينيا قريب؟ لا لا بس عندي صلاة بيهم قوية وعندي معرفة قوية بيهم يعني. وكنت موجود معهم في الاحتفاليين بتاعت امم افراجة. اللي هي القرعة. طمام. جايين بيهتموا جدا بالكورة. في التطور مستمر عندهم. لا فيه لعيبة من كينيا بدأت تحترف عنديها كتير. فهمتش اتوقع صعب هناك. صعب هناك. اقوان ماتش هنا. مش هيبقى صعب قوي. بس مش هيبقى سهل. لكن صعب جدا هناك. هناك على عرضهم. اه هيبقى صعب. كيز بوغانا على عرضهم. في التصفيات اللي فاتت. كانت مواجهة صعبة بالنسبة لنا. اه. اه طبعا. صح. فهم هناك هيقرفونا شوية. طيب. المجموعة نقدر نقول ترتيب المبارات غريب شوية. يعني. مصر هتلاعب كينيا وجزر القمر اربعتاشر وطمانتاشر نوفمبر الفين وتسعتاشر. بعدها بحوالي عشر شهور. اغسطس الفين وعشرين. هنلاعب توجو في التصفيات الافريقية. يعني بعد حوالي عشر شهور هنبدأ نستقنف التصفات من تاني. هم. المساحة الزمنية والوقت الكبير ده. شايفو كويس للجهاز الفني ولا شايفو ازاي. خاصة انو هتخللو تصفيات كاس عالم. يعني مش هتبقى فيه راحة لا داعبة. فيه مباراة تصفيات كاس العالم لبطولة الفين اتنين وعشرين. كويس طبعا. كويس. عند وقت. يدرس هو يفكر ويطور من مستوى لعابة المنتخب ويشوف مين انسب. ممكن يكون فيه لعيب مميز جدا في نبيه. بس ما بجيبه معاهم منتخب على العطارية انا. ما بيجينيش نفس المردود. ممكن لعابة انا يجيني نفس المردود. اقل منه نجومية. دي المعادلة اللي ممكن الكابت وحسيم يكون يحققها في الوقت ده. تمام. طيب. تصفيات كاس العالم هتبقى هي المخياس بالنسبة للمنتخب ولا البطولة الافريقية اللي استعداد لها هيبقى من خلال الموطشات دي. يعني عايز اربط بس فكرة ايه. ابدأ اشوف المنتخب بجد بقى وقايمه لما يخش في تصفيات كاس العالم. ولا التصفيات دي ممكن تكون مباراة نبدأ نقيم ولا هتبقى استعداد لتصفيات كاس العالم. اي ماتش بس ما بتخش بمعرض للتقييم طبعا. مم. معرض للتقييم. انت لو خسرت كارسة. فهو. لازم نزبر شوية مع كابت وحسيم. لازم. لازم. لازم اقفى صبر. كابت وحسيم اه. الناس ما تستعجلش في الاحكام بسرعة. اه. ما تستعجلش. يدونهم صحتهم. وان شاء الله هيبقى منتخب محترم. ان شاء الله انا وسط كابت وحسيم مدرب كبير وهيبقى. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. على الجانب الاخر وقت ما عاد بيه المنتخب القلوم دي. وآآآ. يعني خلاص بنتكلم في ايام ق الليلة وتنطلق التصفيات الافريقية المهيلة لدورة توكيو والبطول على الارضنا. مصر معها مالي وآآ الكاميرون وغانا. مجموعة قوية جدا. 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 وكان الله فوقون الكابت ان شاء الله غريب لان معنا جموعة فعلا. مجموعة صعبة وقوية جدا. بالزاد في المرحلة السنية دي. المنتخبات دي. قوية جدا جدا. 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 لكن منتخب مصر برضو منتخب قوي. جدا. عنده امكانيات ولعيبة كلهم بلعبوا دور ممتاز. ولهو قولنا الاسامي. يعني ان شاء الله م محمد محمود النادي الاهلي يرجع قريب بإذن الله يكون جاهز للتصفيات. قوم السانية لعماتش بس. يا بس ماتش فيخضو على طول. محمد محمود كريم ندفد ايضا كمان لو لحق او. لحق او. لحق جانب طبعا. اكيد. انا بريش فيه. عندك كمان صلاح محصن. عندك مصطفى محمد. عندك طهر محمد طاهر. عندك رمضان صبحي. جدا. متخب قوي جدا. جدا. بس المنتخبات تانية. قوية جدا برضو. اه. اللي هيفرق بنده. وبنده تجانس. تجانس الفريق. تجانس الفريق. بس. يعني فرق جنوب الفريق. انا بقول لك فرقة مفاش نجوم. اللي اللي عندناها. عبراتين وديتين. اه. مفاش نجوم. بس عندهم تجانس وعندهم التزام تيتيكي. وخرفة واضحة. وده اللي انت كنت مفتقده في المرشين. انت كان عندك التلاتة اللي قدام في ودي. والفرقة كلها في ودي. واتشت المنتخب الونبي. بس التلاتة اللي قدام فرقين معاك. اوي. عاملين شغل عالي اوي. لكن في البطولة دي. اللي هيمشي كويس هيمشي كويس. هيكمل. بتبقى دافع معنوية دي. فتمنى اول موتش نكسبه على القل. كسبناه ممكن. اول مبارا مع مالي. اقوى مباراة. اقوى مباراة. اقوى مباراة. منوجة نظري. مالي دايما عندها احسن ناشئين في العالم. في الفقافركيا. في المرحلة السنية الصغيرة يوم. في الفقافركيا. دايما على طول اه. حتى في كاس عالم مثلا ناشئين. ممكن ياخدوا كاس عالم ناشئين. اه. يوصلوا نهائي. ياخدوا تالت. مستوى السابق دلو فترة في في الناشئين والأولومبي وال الشباب ده. مم. منتخبنا دي. طيب. اه. قيمت تجربة مصر وجنوب افريقيا ازاي? يعني جنوب افريقيا موجودة في البطولة بس في مجموعة تانية. مم. لكن قيمت اداء منطقة مصر مع الكابتن شاو غريف في المباراة ازاي? هم عاملوا كهزة معسكر قبل كده. خارجي. مم. المفروض الكابتن شاو غريب تاني. يعني ايه? كان يقول اداء احسن من كده شوية بصراحة. بصراحة. بس تيم جنوب افريقيا تيم تيم. مم. مش تيم خفيف. اه. اتمنى يبقى احنا صورتنا في البطولة احسن من كده. احنا عندنا احسن من كده. مم. والجاز الفني جاز فني تقيل. تقيل قوي. كبش. في خبرات في محمد شوقي وفي واق الرياض. اه كبش غريب. محتميل جمال. واعتمد تمان. ومحمد شوقي وغرياض. اه سم تقيلة. اه سم كلها لعبة منتخب. كابتن شاو ميسك منتخبات وكابتن معتمد منتخبات. اه ليس مع كابتن شوقي في المنتخب الولمبي. الفن اه اولمبي? اه. اه. ورحت مع دورت الصلاقة الدولية في قطر. وسافرت مع الصين. دائما مميز جدا في العمارة السينية الظهر. جدا معروفة. هتعمل نفسيا كويس او مالونا في الصغارين. بس دول بقى بقش. بس دولة عشرين صغارين. كان مسك ساعتها نجوم مصر برضو. عوسم الغالي و جمال حمزة و ابو كريشة و اليماني و رضا الشحاتة و اسمي كتير. هو الرياض و محمد شوئي. ممكن اعادلك اسمي من هنا الغد بكرة الصبح و كان برضو قوض معهم و حازم معهم. اه اه اتمنى بس الا دائما مغير شوئي. بقى فيه كرة. انت الموتش اللي فات ان كانت فردية. انا في حاجة بصلاحة. رمضان صبحي. هو اللي عمل لك شكل يدومي. هجومي. وبعديه صلاح محسن. هو اللي بينزل من تحت يوم برضو و يدي المصطفى محمد. فعايزين بقى فيه كرة. انت كنت مفتقد نص الملعب. عايزولك على حاجة بمثبت رمضان انت فكرت ليه بلقطة خدت بالي منها اليومين اللي فاتوا. كابتل منتخب تونس كمين? علي معلول. علي معلول لا. كابتل منتخب مصر كمين? فاتحي. كابتل منتخب ملومبي كمين? اه رمضان. التلاتة من اين؟ من الاهل. من الاهل. من الاهل. يا الله. يا الله. كنت زكرت رمضان و فتحتيني بس بالموضوع ده طبعا. هنخش في مؤامرة كده. خلينا. لا 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 اصلا. انا ما عايز اتكلم على قيمة لعاب النادي اهلي. اه. شوف تواجدهم في المنتخبات قيمتهم عاملة ازاي. بيستمروا. كابتل منتخب تونس علي معلول. كابتل منتخب مصر احمد فاتحي. كابتل منتخب ع measurements di mass moon, par mad, par mad, par mad, par mad. يقولك دايما اللاعب المنتخبات بيفضل لعاب منتخبات. دايما بيفضل لعاب منتخبات. والموكولة دي سعدة جدا في النادي الاهلي. اللعاب اللي بخش منتخب هو في النادي الاهلي والماسك نفسه في النادي الاهلي بيفضل مستمر في المنتخب. أكيد آه فبقنا فترة كابتن كابيب نادل أهلي تقريبا يعني وثم نادل أهلي بخير المنتخب يبقى بخير وكرة تبقى بخير كلمة أخيرة تختب بأحوارك لما سعيدت بالتأكيد وجودك أنا سعيد والله سعيد ربناك أشكرك وإنشارت كر قريب وأنا سعيد دايما بتواجد معاك الله أكيد يا محمد بتوفيه دايما أشكرك توقعتك لمباراة القمة إن شاء الله الأهلي يفوز ويطلع ماتش نظيف زي ماتش الصور كده وإن شاء الله يكون أداء كويس بين الفريتين بين الفريتين بسرق أهلي يفوز إن شاء الله كل الشيء لك يا محمد بتوفيه لك يا رب دايما في المشروعك اللي جاي وإن شوفك دايما في أفضل مكانة وإن شاء الله أنا ألتقي بك على أكيد أشكرك كانت فقرة مهمة جدا على كابتن محمد الزياد مدافع نادي الأهلي الأزبك مدافع نادي أمبيا الأزبك وتجربة وحديثة عن الكرة المصرية منتخب الأول منتخب الأول أمين عرابي وحديث مختلف في الفقرة الأخيرة من برنامج الأهلي الليل